الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الرحمة المهدى محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم ثم أما بعد مرحبا بك ابني ومرحبا بك ابنتي مرحبا بكم جميعا في درس جديد من دروس مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى أبنائي ما يتعلق بمقرر التلاوة سوف نستمر بإذن الله وفضله في تلاوة أو في تدارس ومدارسة ما يتعلق بهذا المقرر واليوم بإذن الله عز وجل كما ترون العنوان أمامكم سوف نقرأ من سورة فاطر من الآية الثانية عشر إلى الآية السادسة والعشرين أهداف تعلم القرآن الكريم الإخلاص لله تعالى وابتغاء الأجر من الله هذا دائما ما نكرره دائما يا أبنائي نحرص عندما نأتي للمدرسة أو ندرس أو نتعلم القرآن فإن الهدف الأساسي هو الإخلاص وابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب كذلك من أهداف تعلم القرآن الكريم أن نقرأ ما في الآيات من أحكام وآداب نعم الله سبحانه وتعالى خاطبنا في هذا القرآن بالأحكام والآداب وغير ذلك نريد أن نطبق ما في القرآن الكريم من آيات تعلقوا بالأحكام والآداب ثم بعد ذلك تحدث عن آداب تلاوة القرآن الكريم قلنا الاستعادة والبسملة عند التلاوة وقلنا بأن الاستعادة لها حالات والبسملة لها حالات والجمع بين الاستعادة والبسملة أيضا له حالات كذلك من أداب تلاوة القرآن الكريم الطهارة واستقبال القبلة عند التلاوة الطهارة عند مس المصحف يا أبنائي يا واجبة نعلم هذا جيدا أليس كذلك نعم إذن يا أبنائي بارك الله فيكم استعدوا جيدا وقوموا بارك الله فيكم بالوضوء لمس المصحف في حال كنتم تريدون أن تمسوا المصحف كذلك من أداب تلاوة القرآن الكريم الجلوس بشكل جيد تأدبا مع القرآن الكريم القرآن كلام من يا أبنائي حسنتم كلام الله سبحانه وتعالى لذلك يجب علينا أن نجلس بشكل صحيح بشكل جيد تأدبا مع كلام الله سبحانه وتعالى كذلك من أداب تلاوة القرآن الكريم تحسين الصوت عند التلاوة نعم هذا أيضا من الآداب نحرص عليها أبنائي وبناتي طيب قبل أن نبدأ أبنائي هل القرآن موجود استعدين بشكل جيد توضعنا ممتاز جيد طيب إذن قوموا بارك الله فيكم بفتح صفحة المصحف على درسنا لهذا اليوم ودعونا نستمع سويا لهذه التلاوة الطيبة المباركة وأريد منكم كما عودتمني دائما أن تنتبهوا وتتابعوا أثناء التلاوة تتابعوا أثناء التلاوة وننتبه أيضا لبعض الكلمات التي أحيطت بدائرة حمراء حتى تكون جميع الجوارح تعمل أثناء التلاوة وكل هذا بإذن الله عز وجل يعود علينا بالفائدة دعونا نستمع لهذه التلاوة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير إذن أبنائي وبناتي استمعنا سويا هذه القراءة فيما يتعلق بمقطعنا لهذا اليوم وكما جرت العادة أننا نعيد الاستماع المرة تلو المرة من أجل أن نتقن القراءة المقطع بصورة صحيحة وبشكل صحيح وأذكر أبنائي وبناتي بالمتابعة إثناء القراءة نحن نستمع وكذلك البصر أيضا ينظر للآيات وننتبه جيدا للكلمات المحيطة أو التي تم إحطتها باللون الأحمر وأيضا للكلمات التي يجد بعضكم صعوبة في تلاوتها أو في النطق بها نعيد القراءة مرة أخرى أبنائي وبناتي ونستمع سويا بإذن الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير إذن أبنائي وبناتي استمعنا للمرة الثانية لهذه التلاوة الطيبة المباركة كما نقول دائما التكرار التكرار من المهم جدا أن نكرر السماع المرة تلوى المرة الآن دعونا نتدارس بعض الكلمات التي قد تكون مشكلة على بعض الأبناء من خلال المقطع الذي نحن بصدده مثلا كما ترون أبنائي وبناتي في قوله سبحانه وتعالى وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ سائِغٌ شَرَابُهُ هذه الكلمة قد تكون من الكلمات الغريبة على بعض الأبناء وربما يخطئ في قراءتها سائغٌ شرابه ثم بعد ذلك في قوله سبحانه وتعالى في ذات الآية وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ أُجَاجٌ لاحظتم يا أبنائي؟ هذه الكلمة أيضا قد تكون من الكلمات الغريبة على بعض الأبناء وقد يخطئ بعض الأبناء في قراءتها أُجَاجْ أُجَاجْ طيب كذلك يا أبنائي في ذات المقطع في قوله سبحانه وتعالى وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٌ لاحظوا بارك الله فيكم هذه الكلمة نعيد مرة أخرى في قوله سبحانه وتعالى وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٌ رأيتم هذه الكلمة أيضا قد تكون من الكلمات الغريبة على بعض الأبناء فيخطئون في قراءتها وفي تلاوتها من قطمير هكذا تنطق أبنائي وبناتي كذلك في قوله سبحانه وتعالى وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ رأيتم يُنَبِّئُكَ إذن ننتبه أيضا لهذه الكلمة أبنائي وبناتي طيب كذلك من المواضع التي قد تكون فيها صعوبة على بعض الأبناء في قوله سبحانه وتعالى وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى رأيتم؟ وجه الصعوبة هنا ربما لتشابه الحروف وتقاربها فقد يكون هناك صعوبة على بعض الأبناء مع تشابه الحروف وكذلك اختلاف الحركات من حرف إلى آخر فكيف نقرأ هذه الآية يا أبنائي هنا؟ أحسنتم وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى هكذا من يعيد؟ جيد؟ أحسنتم ودائما نقول السماع يا أبنائي إذا أشكل علينا أي موضع من هذه المواضع سواء هذه التي أخذناها الآن أو في غيرها ماذا نفعل؟ نستمع لقارئ مجود ونكرر ونعيد السماع حتى نتقن بإذن الله سبحانه وتعالى هذه المواقع التي أو المواضع التي نشعر بشيء من الصعوبة فيها كذلك بارك الله فيكم في قوله سبحانه وتعالى وَلَا الظِّلُ وَلَا الْحَرُورُ وَلَا الْحَرُورُ انتبه وَلَا الْحَرُورُ وَلَيْسَ وَلَا الْحَرُ أو الْحُرُورُ أو لا وَلَا الْحَرُورُ حركة الحاء ما هي؟ الفتحة طيب كيف نقول؟ أحسنتم الحرور فننتبه بارك الله فيكم أبنائي وبناتي وأسعدكم في الدارين كذلك أبنائي وبناتي بقوله سبحانه وتعالى وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالْزُّبُرِ لدينا ضمة وكذلك لدينا شدة فننتبه بارك الله فيكم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنهر إذن أبنائي هذه بعض المواضع أريد منكم أيها الرائعون والرائعات أن تنتبهوا جيدا سواء لهذه المواضع أو لغيرها من المواضع ننتقل الآن لمعاني الكلمات الكلمة سائغ أي سهل سهل مروره في الحلق أجاج أي شديد الملوحة الزبر ماذا يعني؟ احسنتم الكتب المكتوبة المجموع فيها الكثير من الأحكام هذه تسمى الزبر ثم بعد ذلك ننتقل لبعض الأحكام التجويدية الموجودة في مقطع درسنا لهذا اليوم لاحظوا في الموضع الأول ولاحظوا كذلك في الموضع الثاني ولاحظوا كذلك في الموضع الثالث هذه ثلاث مواضع اخترناها في قوله سبحانه وتعالى وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِيْهِ ما الحكم التجويدي هنا؟ ممتاز بارك الله فيكم تنوين أتى بعده حرف الياء والياء من حروف الإدغام احسنتم طيب في الآية أو في الموضع الثاني إنما تنذروا ما الحكم التجويدي؟ ها من يجيب؟ أحسنتم بارك الله فيكم نون ساكنة أتى بعدها حرف الذال والذال من حروف الإخفاء طيب في الموضع الثالث وَإِنْ مِنْ أُمَّتِ ما الحكم التجويدي هنا؟ أبنائي جيد بارك الله فيكم نون ساكنة كذلك أتى بعدها حرف الميم والميم من حروف الإدغام إذن أبنائي وبناتي هذا ما يتعلق بدرسنا لهذا اليوم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا قراءة القرآن آناء الليل وأطراف النهار ألتقيكم بحول الله في درس آخر قريب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر